في اشخاص اكتر من شخصين عم بيرقبوك عم اه انت اعلى منهم انت بمرتبة اعلى منهم اه هما نفسهم يوصلوا لهاي المرتبة او نفسهم يوصلوا لك يعني فمش قادرين مش قادرين انه يوصلوا لك وكأنك انت بحاطة اه حواجز او اه شغلة بينك وبينهم انا بحكي لك هدول الشخصين ابدا مش ناويين على خير هاي من الاشياء السلبية اللي ظهرت لكن في مسافة بينك وبينهم اللي هو يعني مش متأثر في الموضوع اه وانت في مرحلة متقدمة وهم لازالوا يحكوا في امور اه ابعيدة اللي هي قديمة كتير وعم بلدته وبعجنه اه لكن انت قول على بالك بالفترة اه الجاي اه بالفترة الماضية كنت كتير اه مقرقينك هدول الشخصين او الاشخاص اه لكن بالفترة الجاي رح تكون كتير قادر على اه النسيان وانك تفتح اه صفحة جديدة خالية من هدول اه الاشخاص وعم تنجح وعم يسبب هذا الاشي غيره من اه طرف هدول الاشخاص عم بشوف في ايدك شغلة كانت عبارة عن اه وهم او يعني اه رزقة رزقة عم تجيك كان بالنسبة اليك عم بتفكرها صعب كتير بالحصول عليها لكن اه عم بتلاقي اه نتيجة ممكن يكون كمان تقدم في اه العمل اه في العمل بالفترة الاخيرة اه عم بتشوفك شخص جديد اه فيه تعاملك مع الاخرين اه كلهم عم بتطلعوا عليك انه هل هذا نفس الشخص اللي كنا نتعامل معاه لا هذا شخص تاني اه عم يتغير جلدك في هاي اه الفترة بالنهاية اخر اه ورقة طلعت معاي اللي هي احدث اه اه فترة ممكن في اه العمل والدراسة وعم تجني ثمار عم اه فيه شغلات سابقة انت عملت في القديم كنت مفكر انه خلص انا ما يعني راحت علي وما ما حاخد النتيجة الحلوة اللي من بعدها لكن عم بشوفك يعني اه حاصل على هذا الاشي اللي في بالك اه عم عم بشوف فيه شخص مندفع اه تجاهك لكن انت شوي متاني في الموضوع شوي عم بتفكر اه بطريقة اللي هي بطيئة في اه الموضوع بحكي لك انه اه استعجل لانه الفرص ما بتيجي دايما اه اه مثل هذا اه الشهر او بهاي الفترة خلينا نشوف العلاقات العاطفية العلاقات العاطفية اذا اول شي لالعزاب بعدين المرتبطين اللي هم يعني على علاقة اه حاليا مش منفصلين اه والازواج كمان نحاول نغطي الثلاث بالبداية بعدا بنروح للمنفصلين حاسي حالي ما خلطتهم مني حبيبي برج التور عم بشوف نفس الشهر الماضي في احتفالية او بتجهز حالك لا احتفالية معينة اه عم بيكون هذا الاحتفال من اجلك انت يعني ممكن يكون للعزاب زواج وكأنه هذا الزواج عم يكون منطقي اكتر من هو عاطفي ممكن يكون زواج تقليدي او الشخص اللي معانا عم بيغلب المنطق على اه العاطفة عم يدرس الموضوع منطقيا بحت اول شي قبل اه شعوره ناحيتك وقبل اه قلبه وعم بشوفه يعني عم بحلم فيك وكأنه انت شغلة كتير اه اعلى منه او احلى منه بحياتك بالمجال اللي انت فيه اه وكأنه عم عم بدو يتخذ هاي الخطوة لكن خايف شوي اه من الاجواء اللي انت فيها وكأنه في اختلاف بينك اه وبينه في اما الطباع او مش عارفة في اختلاف معين يمكن يكون في العمر ممكن يكون شخص اصغر منك اه هاد الشخص بميل بشرته للبياض اكتر للشعار اكتر او ممكن عيونه اه ملونة تكون اه شايفه على هيك على حصان وعم وكأنه فارس احلامك فيه شغلات اه كتير من الشغلات اللي انت بتحلم فيها هاد الشخص جاي عالطريق بالنسبة للعزاب وعم بتشوف بك العزاب عم بتقارن شخصين في بعض او القرارين في اه بعض بالنسبة للارتباط عم بتعد مش للعشرة عم بتعد للمية قبل هذا اه الموضوع عم يكون صعب عليك انك تتخذ هذا اه القرار لكن فيه شغلة حتبين لك اه او تنظر لك بصيرتك وتتخذ هذا القرار في ممكن يكون في الليل يعني هيك باخر الليل خلاص انا بدي ااخد القرار فبتتصل في الطرف الثاني وخلاص انا انا اما تعبر عن مشاعرك او تقول له انا بدي ارتبط خلاص للناس طبعا عفوا للناس اللي عم بستنوا الاستقرار او بيحلموا فيه وانت من زمان بتدور الاستقرار بدك تستقر حيحسس انه امورك مش عم بتكون اه مستقرة مية بالمية بالنسبة للازواج عم بشوف يعني عم تحتفل مع الزوج عم تتصافوا اكتر في شوية مشاكل كانت قديما لكن عم بيكون اه الطرف الثاني وكأنه هيك في ايدك او خاتم في اصبعك مش عارف رح تكون متحكم اه بالامور ولكن بعواطف اكتر عم بتجيبها بطريقة كتير يعني حلوة وشفافة للسيطرة على اه الطرف الاخر وفي النهاية عم بشوفك اه بتسيطر عليه رغم المشاكل اللي حكينا عنها اه قديما اه كنت على ارض مش ثابتة كنت عم بتحس انه خلص الطرف الثاني ممكن يفكر بالانفصال او ممكن تكون عكسية الطرف اللي هو انت اه لكن في شهر اه تموز اه رح تكون الامور تمام اه التمام ورح تحتفلوا مع بعض او يمكن ترجعوا الزكريات القديمة اه الحلوة اللي كانت بناتكم الحب عم يتجدد انا شايفة لا الناس المرتبطين لكن مش متزوجين في في نجاح في العلاقة في نجاح في اه امور عم بترتبها لحتى بالاخير اه يحصل في اللي هي خطوة كبيرة اه وكأنك عم بتجهز لنوع من الارتباط اه الجدي قبل هيك كنتوا عم بتطلعوا لبعض بغموض اه كانت في اسرار كان في اشخاص عم في لا شخص واحد كان عم يدخل اه كان بعيد وقرب عم بشوفوا هلأ بعيد في شهر تموز هذا الشخص لكن عم يطلع عليكم عم بي اما براقبكم او حاقد هذا الشخص موجود اه بالورق والمرتبطين اللي مش متزوجين كمان في فرصة قدامهم ممكن اه تكون من برج ناري او برج اه اللي هو هوائي ممكن يكون القوس الحمل هذا الشخص الجديد اللي عم يقرب ولكن عم بيقرب بخطوات اه بطيئة اه شوي لكن هو مستعد هو مجهز حاله اموره يعني تمام تمام ما في عنده اللي هو اه مشاكل شغلات لا عم بيكون اموره اه اه امرتبة المشاكل او التعقيدات اللي كانت في حياته ورا ظهره عم بتبين خلينا نشوف المنفصلين والمطلقين بالبرج التور صار في طلقات بالفترة الماضية لبرج التور او انفصالات كتير كان في عندهم انفصال عن اشخاص او شخص اه بالاكتر يعني الفترة الماضية كانت في طاقة اه البعد مسيطرة وها في نازاعات كانت اه موجودة من قبل في عم بشوف اللي هو مش طرف ثالث ورابع وخامس وكأنها علاقة مش ثلاثية بس لا رباعية وخماسية ممكن تكون وهذا افضل من لما تكون ثلاثية اه ابراج نارية ابراج ترابية الطاقة القديمة عندك كنت ملافف ظهرك وخلص مليت ما في اه امل كنت رافع السلاح يعني او اه بدك تنتقم بدك اللي هو كان فيه نزاعات كبيرة بناتكم او حرب كان فيه مشاكل كتير كبيرة وحتى تدخل فيها اكتر اه من طرف الفترة الجاي عم بيكون صفاء اكتر في الجو اه غيوم شوي صفاء شوي اه وكأنه عم بيصير فيه اخت وعطى بينك وبين اه هذا الشخص عم بحكي للمنفصلين اللي هما الحديثين اما من اشهر او اه من اسابيع لكن اللي من السنين اه بتكون الاحتمالات عندهم اخف في الرجوع لشخص اه قديم الا للمطلقين ممكن يكون فيه اللي هو حكي على اولاد اه اتفاق معين فيه فلوس بالموضوع اه عم بتنحل هاي المشكلة وبتروح لصالحك يعني عم تكون راضي في النهاية او قنوع مهما كانت النتيجة اه رح تكون مبسوط اه اخر اشي بيان عندي انك الطرف الاخر عم بيكون وصل لقوة معينة انه اه ياخد خطوة نحو الامان من بعد اللي هو خلاص يعني انتهت الامور بناتك وصار فيه استحالة انه اه ترجعوا اه لكن فيه حنين وشغف من الطرف الاخر من اول اه ما تركتو ولحد ديت هلأ عم يستمر اه الشغف اه والحنين اذا فيه فرصة للرجوع لبرج اه التور عم بيشوفك اه قوي كتير ورح يرجع ب ب اه اه رح يرجع بامور حلوة او خبرية حلوة بتخليك خلاص بدك اتضلك معاها على طول من بعد كل هالصراعات ولهذا كله بترموه وردهتكم واكنه في كمان قبل الرجوع في عم توصلك ميسج منه او عم بيكون في تواصل يعني اللي هو رجوع شوي شوي مش الرجوع المفاجئ انه خلاص احنا رجعنا كذا لا بشوفك عم وكأنه او الطرف التاني عم بيكون حذر كتير بالخطوات راجع لكن راجع ببطء ممكن اول شي تكون بداية العلاقة اللي هي قاله كيفك كذا بعد اسبوع او بقى بتتطور شوي وهذا عبارة عن تخطيط منك او من الطرف التاني انه تبلشوا مرحلة جديدة صافية وتحولوا انه تحلوا المشاكل اللي بناتكم اللي سببت هذا البعد هذا اكتر اشي مبين بالنسبة للمنفصلين خلينا نشوف اسا فيه نصيحة من الكون او من الطاقة الكونية لالكم لبرج اذا التور لبرج التور اذا شو النصيحة بالفترة الجاي اللي هي شهر يوليو بحكي لك حارب حارب كرمال الشغلة اللي بتحبها ما بضلك قاعد اه ما بضلك قاعد اعمل مبادرات انا بحكي على جميع الاصعدة هاي نصيحة على الصعيد الشغل والدراسة والحاطفة بقولك ما تضلك قاعد لانك عم بتضيع فرص اه كون بالفترة الجاي متخذ او صانع قرار اه ما تضلك بطاقة اللي هي الحيرة لا خد امشي اه الحظ معاك هاي الفترة فانطلق بالمشاريع او بالمشروع اللي انت يعني حابه اه رح تنتهي بنجاح ولصالحك ف من بعد ركود اه عم ببشرك الورق بانه اه في كتير نجاحات عالطريق لكن نجاحات مبنية على قديش انت رح تاخد خطوات ما رح تجيك هيك من الباب للطاقة اه نشوف اذا فيه كمان يعني هيك ورق اضافية عم بشوف بحكي لك انه رح تكون سعيد في النهاية فما تغلب حالك كتير بالطاقة السلبية والتفكير والتشاؤم اه الفرح جاي بحكي لك ودع ودع المشاكل وكذا انت بتصمع السعادة في ايدك بالفترة الجاي وهي جاي هي جاي اذا ورق كتير يعني حلو خلينا نحكي بنسبة 80% لبرج التور حبيبي اذا ورق حلو وقود لك لقلكم وكلكم حرائبين ان شاء الله اشتركوا في القناة